دشن المدير العام بأمني وشرطة ساحل حضر موت العميد مطيعا من هالي على تكتيف العمل الأمني لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها والضروب بيد من حديد ضد كل من يحاول إدخال الممنوعات إلى المحافظة وضبط المتورطين في عمليات تهريب المواد المخدرة جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر برفقة مدير عام إدارة مكافحة مخدرة بوزارة الداخلية مدير المكافحة بساحل حضر موت العميد عبدالله الأحمد وشهد العميد المنهالي الحفل الخطابي والتكريمي للضباط والأفراد المبرزين خلال النصف الأول من العام الجريم والشخصيات الداعمة لأمن المديرية مشهدا بالدول الكبير للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وإشاعة روح الطمأنين بين المواطنين ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن النظام والقانون هذا وتم تكريم الضباط والأفراد والشخصيات الداعمة بدروع تذكارية وشهادات تقديرية نظير ما بدلوه من جهد لاستطباب الحالة الأمنية ترجمة نانسي قنقر